يبدو أن عاصفة الزلازل التي تضرب العالم وصل أثرها إلى أقصى الأرض في آخر بقعة من القارة السمراء حيث ضرب زلزال ضخم الأرض لأول مرة منذ تسع سنوات بشكل مفاجئ ما أجبر آلاف السكان على الهرب والبحث عن ملاجئ تحميهم من أن يكونوا ضحايا تحت الركام ماذا حدث في جنوب إفريقيا؟ ضرب زلزال ضخم محيط مدينة جوهانسبرغ أحد أكبر مدن جنوب إفريقيا وثالث أكثر مدن الإفريقية اكتزازا بالسكان بعد العاصمة المصرية القاهرة والمدينة النيجيرية لاغرس حيث اهتزت الأرض من تحت أقدام سكانها وسارع الآلاف بالهروب إلى الشوارع في مشهد جديد على المدينة المكتزة بالسكان وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته وصلت إلى خمس درجات على مقياس ريختر وقع اليوم بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا وهز المباني في أكثر المقاطعات اكتزازا بالسكان في جنوب البلاد وأضافت الهيئة أن الزلزالا وقع في مقاطعة جوتهينغ على عمق عشرة كيلومترات تحت الأرض وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال وأقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران ويرى علماء الزلازل أنها من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم إلا أنها تأتي دائما بنفس النمط في كل مرة بالإضافة إلى أنه لا يمكن توقعها لكن هناك عدة مناطق تعد الأخطر على سطح الكوكب لسيما مناطق أحزمة الزلازل الثلاث ويؤكد العلماء أن الحزام الناري هو الأكثر خطورتان على الإطلاق حيث ينشأ به نحو 80% من الزلازل والبراكين في العالم ويليه الحزام الألبي في المركز الثاني من حيث الخطورة ويوجد أيضا منطقة حزام منتصف الأطلسي وتعد جنوب إفريقيا من الدول المستقرة من حيث النشاط الزلزلي فكان آخر زلزال قوي ضرب أرضها منذ نحو 9 سنوات في آب أغسطس عام 2014 ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس رختر مدينة تعدين الزهب بالقرب من جوهانسبرغ وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجات في مقاطعة وسترن كيب في عام 1969 ليكون هذا الزلزال الأخير في جنوب إفريقيا هو الواقعة الأحدث في سلسلة الزلازل التي تضرب العالم بعد الزلزال التركي المدمر الذي ضرب الأرض بـ 6 من فبراير شباط الماضي وتسبب في رحيل الآلاف وانهيار مئات المنازل وتحولها إلى ركام فوق رؤوس ساكنها حيث وصفه البعض بأنه نازلة القرن لما سببه من أضرار على كافة المستويات سواء الماضية أو في الأرواح كما أن الهزات الارتدادية لم تتوقف منذ ذلك الحين والتي قدرت بنحن أكثر من 33 ألف هزة أرضية ما كان له الأثر الكبير على دول خط المتوسط التي لاحقتها الزلازل وهكذلك بعض البقاع الأخرى في العالم حيث يرى العلماء أن الزلازل لا يتوقف تأكيرها على السطح فقط بل أن حدوثها يؤثر بشكل كبير على القشرة الأرضية تحت سطح الأرض فهل تتوقف الزلازل الأرضية؟ اشتركوا في القناة